لقاء اليوم يجمع بين الشبابين شباب العقبة وشباب الأردن والطموح المشترك بالنقاط الثلاث للتقدم نحو الأمام يمر عند الجهة اليسرى عجم الآن لشباب الأردن المراوغة وعكس الكرة ولكن سهلة جدا أولى في المباراة هل تصفر عن شيء منافذة والكرة بالرأس وهناك المتابعة والفرصة قائمة والتزديد هناك ركل الجزاء ركل الجزاء على دوغلس دوغلس منع تزديدة فرج المزيني بيده وبالتالي تذهب إلى ركل الجزاء نشاهد هذه الإعادة ونشاهد الحكم كان قريب جدا من الحالة وركل الجزاء أنس يتقدم أنس والتصدي والتصدي هناك يبدو إعادة لركلة الجزاء هل تحرك الحارس قبل التنفيذ أم لا يبدو هناك إعادة لتنفيذ ركلة الجزاء محاولة ثانية أنس أبو طعمة يتقدم غيث غيث قد يتقدم هدف هدف أول مصعد فريق شباب العقبة يتقدم شباب العقبة من علامة الجزاء عن طريق اللعب غيث مدادها أيضا مقطوع الكرة كرة إلى تمريرة والآن الفراد هل يكون التعادل هل يكون التعادل والتعادل يضيع هجم الآن عقباوية أنس يعكس على الكرة والتصدي الجهة اليسرى من جديد إلا العرضية تأتي وحمد الأسمر هجم خطير الآن أتقدم والتسجد ولكنها ضعيفة المداد حق شوثا يبدأ بنفس الأسماء فرصة خطيرة ضاعت عبد الرحمن للخلف إلى قصي قصي بالتمرير أو التزديد تعود شبابية من جديد الفرصة للتصويب ولكن بجوار القائمة حمزة يهيئ الكرة فرصة للتزديد ومتابعة من بعيد تمريرة ولكن مقطوعة إلى أيهم 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 بالتزديد وبجوار القائمة الخطيرة الآن الخطيرة لغاية المداد حق فضل كرة بالأمام وبالرأس ومتابعة ولكن الحارس فرقاس الآن خطيرة خطيرة ولكن ضعيف أمريرة لأيهم أيهم يعكس على الكرة ولكن مقرع بشكل ممتاز وتعود مرة ثانية وهناك الكرة والفرصة للشباب أردل فرصة للتعديل على مرحلتين والمتابعة وهدف التعادل هذا في التعادل في اللحظات الأخيرة في الأنفاس الأخيرة وفي الوقت بدل الضائع يرفض الخسارة فريق شباب الأردل شاهد مرة ثانية حمز النعيم حمز مرحل من أول محاولة ثم المحاولة الثانية وينجح بإداع الكرة داخل الشباب بعد محاولتين لحمز النعيم الأولى تصدى لها الحارس حمد الأسمر والثانية تبعها في كرة قوية بالقدم اليسرى حمز النعيم يسجل هدف التعادل لمصطع الطريق شباب الأردن معاد مع الكرة معاد يعكس الكرة معاد وتصل الآن قطيرة إلى دوغلاس دوغلاس والإبعاد مع خط المرمى مرة ثانية فرصة لشباب الأردن والحارس أيها مع الكرة عكس الكرة والخطورة قائمة وبجوار المرمى الهجوم الآن للشباب ما زال قائما عكس الكرة وبالشباك الجانبية نهاية أحداث هذه المباراة المثيرة في وقتها بدل الضائع بالتعادل الإجابي بهدف بهدف بين فريقي شباب العقبة وشباب الأردن